الجبل الأحمر سلسلة جبلية تمتد من الشمال المطل على مديرية الحميدات إلى جبال العقبة شرقا شهد معارك الجمهورية الأولى والثانية حيث تواجدت قوات الجيش المصري دعما للجمهورية في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر واليوم تتواجد هنا قوات الجيش الوطني في مهمة استعادة الدولة المخطوفة من قبل الميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تكمن أهمية هذا الجبل كونه استراتيجي يطل على أكثر من مديرية من محافظة الجوف حيث يطل من جهة الشمال على هذه الجبال التي تعد أولى مواقع ومناطق مديرية خبوة الشعث ومن جهة الغرب حيث مواقع الانقلابيين التي تسيطر عليها جماعة العثي والمخلوع صالح الربطة وموقع جربان وموقع أيضا العنبر هذا الموقع الذي سيطرت عليه قوات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مؤخرا تكمن أهمية هذا الجبل الاستراتيجي في كونه مطل على أكثر من جبهة في محافظة الجوف علي الجردي قناة بلقيس الجوف